لا أعرف الرواية أعرفه أن الذهبية قال أين المتنطع المنكر على المتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام أحمد لا أرى بذلك بأسا صح صح لا الذهبي ليس بحجة الذهبي ليس من أهل الفقه البصير بس الذهبي في هذا ليس بحجة أنا عمل له كافي الذهبي ليس بحجة أولا الرواية عن الإمام أحمد متعارضة في موطن قال لا أرى به بأسا في الموطن الآخر قال ما أعرف هذا نعم الذهب من ترميد بن تيمية طيب وبعدين لا ليس بحجة بل هو ليس من أهل الفقه والبصيرة لما يكون المقام مقام الصحابة لا يعارض لا يعارض الصحابي الخليفة الراشد لا يعارض بالذهب الحجة في قول عمر للحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالمسألة الشرعية ليست ليست رأيا ثم ما أعرف عن الإمام أحمد أنه يقول بالرأي هذا حلال وهذا حلعا بالرأي هنا بل ثبت عنه كما في طبقات الحنابلة لإبن رجل أنه نهى عن أن يكتب عنه شيء بل ثبت أنه نهى أن يكتب رأيه مخافة أن وين لحظة شوف ماذا يقول لا تكتب رأي لعلي أقول الساعة بمسألة ثم أرجع عنها غدا لا تكتب رأيه إذن ابن الإمام أحمد كتب رأيه وبمقتضى كلام أحمد نعرض عن رأيه لسيما إذا كان متعارضا بين أحمد وأحمد متعارضا بين أحمد والخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وبالتالي لا قيمة لكلام الذهبي رأي موحد اثنين الذهبي ليس من أهل فقه والبصيرة نعم يؤخذ كلامه في الجرح والتعديل وفي مصطلح الحديث في التراجم لكن أيضا في التراجم مقيد لو أنه أثنى على رجل وفي كتبه ما يخالف ثناء الذهبي عليه لا نبالح حين أذن به ثناء الذهبي وبالله التوفيق بس هذا مهنده عجبا عجبا ترجمة نانسي قنقر